اشتركوا في القناة قبل ثلاثين سنة وهالاختبار يهدف لقياس مستوىك من السنة الاولى للسنة الكلينيكية الاخيرة عشان كذا درجتك في الاختبار يحاسبونك فيها ويضعونك في الحسبان السنة الدراسية لوصلت لها فبعدها ما يحاسبونك على اي اغلاط جامعة القصيم تسويها الاختبار وتمولها العدد من الجامعات مثل المعرفة ونجران وعنيزة والعمام والفيصل ثم تاخذ البيبرشيت للطلاب من جمع الجامعات اللي مولت لها الاسئلة وتصححها وتنزلها على موقعها هذا طبعا الاختبار 200 سؤال فيها اسئلة بيسيك واسئلة كلينيكي ومدة الاختبار 4 ساعات طبعا الاختبار MCQ بس الغريب فيه انه مو 4 اختيارات 5 اختيارات الاختيار الرابع الجديد هو ما ادري وش الجواب اللي هو I don't know طبعا الاختبار هذا اذا غلط في الاختيار عطيت الاختيار الخطأ ينقصك ربع درجة فعشان كده حاطين خيار I don't know اذا اخترته قل انك ما تعرف ما تنقص درجة ولا تزيد درجة صهر هذا الاختيار يحفز الطالب بعدين اذا صار دكتور ما يتفلسف يقدر يقول ما ادري ويشتفسر في اللي اعلان لنا درجة طبعا الاختبار يقام كل سنة غالبا طيب بخلاف ان يقيس مستواك ايش فايته اذا كنت طالب في سنوات الباسيكة او البلوكات هالاختبار بعودك على كيف تحل اسئلة الكيس سيناريو اللي هي طريقة اختبار السنوات السريرية واذا كنت طالب في السنوات السريرية فهالاختبار مشابه اختبار رخص الطبية السعودي فهو يعلمك هم مكان من قوة قضائفك ويعودك على اختبار واذا كنت اختبر كل سنة هالاختبار يقلمك مستوى تطورك او نزولك بالتفصيل ليه؟ لان الاختبار نتاعجه بالتحليل كل قسم يقلمك وش حليت وش اخطيت بالتفصيل والاختبار ما فيه لا سقوط ولا نجاح طبعا اختياري طيب هذا كان موضوعنا اذا كان عندكم اي سؤال على الموضوع اسألوني هنا في السنوات واذا كان عندكم سؤال في موضوع اخر هذا حساب الاسك هذا حساب الاسك سؤال فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة